عربت بريطانيا عن عزمها دعم أوكرانيا بأربع عشر تدبابة حديثة من طراز تشالينجر تو وأسلحة ثقيلة أخرى خلال الأيام المقبلة وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات مؤشرا إلى أن الحرب طويلة الأمد لن تخدم سوى أهداف روسيا وفق تعبيره وفي المقابل قالت موسكو أن شحنة الأسلحة لن تسرع بأي حال من الأحوال إنهاء الأعمال العدائية العسكرية بل ستكثفها فقط وتتسبب في مزيد من الضحايا بحسب بيان صادر عن سفارة روسيا في لندن تعد دبابة تشالينجر تو وحدة من أهم المعادات العسكرية الموجودة في ترسانة الصناعات البريطانية الحديثة تزين هذه الدبابة أكثر من 62 طن فيما دخلت إلى الخدمة منذ عام 1994 ومنذ ذلك التاريخ أجرت بريطانيا عليها تعديلات كثيرة لتطويرها وتحسين مهامها الدفاعية والقتالية تمتلك الدبابة البريطانية تشالينجر تو مميزات قتالية أبرزها احتواؤها على مدفع بقياس 120 ملي متر وبندقية بقياس 7.62 ملي متر كما لديها القدرة على الوصول إلى سرعة قياسية لا تتجاوز 60 كم في الساعة في الطرق المنبسطة وسرعة لا تتجاوز 40 كم في الساعة في الطرق الوعرة وبحسب تقارير بريطانية تنشط هذه الدبابات في الوقت الراهن ضمن قوات النيتو المتمركزة في معظم دول شرق أوروبا لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة وإفق التقارير برز هذا النوع من الدبابات في حربي البوسنة والعراق وكان لها حضور لافت في الميادين القتالية تحتاج دبابة تشالينجر 2 إلى التدريب عليها بشكل مكثف خاصة بعد التحديثات التقنية والقتالية التي أدخلت عليها خلال الأوينات الأخيرة من جانبي دعا الرئيس الإقراني فلودمير زيلينسكي الدول الغربية إلى تكثيف وتسريع توريد الأسلحة لمواجهة التصعيد الروسي وخاصة في المنطقة الشرقية في ظل توقعات بيهجومي روسي جديد في الربيع تتحركوا دول الغرب سريعا لدعمي أكرانيا بأسلحة متطورة كانت قد رفضت إرسالها لكييف سابقا خشية استفزاز موسكو وهو ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب بين الجانبين بعد سنوات من مقاومة تزويد أوكرانيا ببعض من أقوى الأسلحة الغربية أشارت بريطانيا إلى أنها ستمنح دبابات تشالينجر القتالية للقوات الأوكرانية للمساعدة في أعدادها لهجمات روسية متوقعة وفق الصحيفة نيويورك تايمس فإن مخاوف الغرب السابق وحساباتهم بدأت تتغير في الأسابيع الأخيرة حيث أصبحوا أكثر استعدادا للمخاطرة ويرجع ذلك وفق الصحيفة لأن الأوكرانيين أدوا أداء جيدا في ساحة المعركة واستخدموا أسلحة غربية متطورة أخرى بكفاءة وضمن الحدود التي وضعها حلفاؤهم الإعلان البريطاني قد يزيد من الضغط على ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارتو إلى أوكرانيا أو على الأقل السماح للدول الأوروبية الأخرى التي لديها تلك الدبابات الألمانية الصنع بمنحها لكييف بولندا أول من أعلن عن ذلك تقول نيويورك تايمس وفق الصحيفة فإن مسؤولي أوكرانيا أكدوا أن المركبات المدرعة التي قال الغرب إنه سيرسلها ستلعب دورا رئيسيا في معارك السيطرة على البلدات والمدن المتنزع عليها بشدة في المقاطعات الشرقية التي تحد روسيا